السيد العبادي على ماذا استند؟ السيد العبادي أعتقد بأولا حزمة الإصلاحات التي أعلنها والتي كانت مجرد فقاعة والعفو من الكلمة بالونة انفجرت بوجه الشعب العراقي للأسف هذه أولا ثانيا بفك الارتباط مع أمريكا ثانيا بالارتباط مرة أخرى أو تقوية الارتباط مرة أخرى بالجبهة الروسية الإيرانية تلقى أعتقد تلقى وعودا ببقائه وبقاء حزبه الحاكم في المنطقة لحكم العراق هذا من الواضح ثانيا دعمه دعما كاملا ماديا ومعنويا وعسكريا في هذه المنطقة ثالثا يعني مسألة مسألة إعادة القائد الضرورة مرة أخرى إعادة الفردانية في الحكم مرة أخرى لذلك هو حاليا يسلك طريقا خاطئا من الممكن أن تسكت لكنه قبل أيام انتقد هذا المصطلح انتقد مصطلح القائد الضرورة وكان يعني به شخصا نعم لو عدنا إلى الوراء صدام حسين أيضا كان يقول أنا مواطن بسيط منكم ولكم وأنتم الذين انتخبتموني ونحن نعرف جيدا كيف بأي طريقة أتى صدام حسين إلى الحكم وبأي طريقة انسقط وبأي طريقة كان يتعامل إذن هذه تصريحات الإعلامية